اشتركوا في القناة فيما ابرزت الجلسة الثالثة دور المنصة الذكية لخدمة ضيوف الرحمن في حين تناولت الجلسة الرابعة لملتقى ومعرض العمرة اهمية الارتقاء بجودة الخدمات وآليات الرقابة والمتابعة نحن مشاركين كراعي فضي هذا الموسم هذا من ملتقى الحجوة العمرة ملتقى الحجوة العمرة يضم شركات متعددة مؤسسات طوافة وشركات حجاج داخل وشركات نقل وعاشة ومقدمين خدمات التي طلبها الحجاج والمعتمرين زوار بيت الله الحرام واستمرت الجلسات والندوات واللقاءات التشاركية في تطوير الخدمات والابتكارات المقدمة للحج والعمرة من أول الوصول إلى المملكة العربية السعودية حتى من قبل الوصول إلى مرحلة زيارة المدينة منورة أو القيام بالعمرة في المنسك في المكة المكرمة مكان إقامته، وسيلة النقل، آلية العمل وكل الخدمات الأرضية المقدمة فهذا ممتاز جداً لكي المعتمر يلقى حقه ويلقى العقد اللي تم تنفيذه بالكامل ومراقبته لكي يؤدي مناسكه في أحسن الظروف وبأرقى الخدمات وأقل تكلفة أول ملتقة يكون في مدينة جدة تحت رعاية صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك الأمير سمو الأمير قالد الفيصل حقيقة تحت إشراف وزارة الحج نشكر القائمين على هذا الملتقة كنا نحتاج الملتقة هذا حتى نتعلم ونثقف ونتدرب ونكون جاهزين لملتقة لتحقيق رؤية المملكة 2030 اتفاجأنا بكل أمانة البارح من التنظيم واتفاجأنا أيضاً بالإقبال وباهتمام الوزارة باستقطاب أعداد كبيرة جداً من خارج المملكة كشركات وجدنا نفي تعاقدات صارت ما شاء الله تبارك الله كما تخلل الملتقة العديد من توقيع الاتفاقيات بين الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات المقدمة للخدمات الاتفاقيات اليوم إن شاء الله بمشيئة الله سوف يكون اتفاقية مع جامعة أم القرى في اتفاقية إدارة الحشود المملكة مقبلة على فعاليات وعلى مناسبات كبيرة ويتطلب هذا التخصص الشركة الوطنية لديها كادر يتجاوز 500 موظف وبمشيئة الله إن شاء الله بعد 10 دقائق سوف يتم الاتفاقية مع معهد البحوث والدراسات والاستشارات في جامعة أم القرى لتدريب الشركة الوطنية على إدارة الحشود حرصنا على المشاركة الثانية في هذا المعرب حرصا مننا على إيصال فكرة منح أو إيصال السواك إلى ضيوف الرحمن الحشود المعتمرين كهدية من ضمن الوجبات أو من ضمن الهدايا التي يمنحها شركات الحج والعمرة لضيوف الرحمن ويعزز الملتقى ثقافة الجودة لدى الشركات والمؤسسات المستثمرة في مجال خدمات الحج والعمرة مرفوضا بتوجيه الأنظار نحو رؤية المملكة عشرين ثلاثين نحن اليوم نقف في جناح جامعة أم القرى نعرض إنجازات الجامعة بعض من إحصائياتها وجهودها في خدمة ضيوف الرحمن نشارك اليوم ونحن نعرض إنجازات الجامعة في أكثر من عشر محاور في محور التعليم قدمت الجامعة ثلاثة برامج في الماجستير التنفيذي في إدارة تعمال الحج والعمرة في إدارة الحشود في السياحة والفندقة أيضا قدمت ديبلومين موجهة لخدمة ضيوف الرحمن لم يقتصر ملتقى الحج والعمرة على تقديم الخدمات وعرضها للحج والعمرة بل عزدته بوجود ندوات وجلسات حوارية لتجويد الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار في مكة المكرمة والمدينة المنورة نزار العلي لغنات يقرأ الفضائية السلام عليكم جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة